نهار ده في كأس النوم الأفريقية في دوري 16 المنتخب النيجيري بطبيعة الحال فاز على المنتخب الكاميروني 2-0 نيجيريا قوي جدا جدا أقوى بكتير من الكاميروني واحدة من أقوى المنتخبات اللي في البطولة هي القيمة التسوقية الأعلى بين كل المنتخبات اللي في البطولة الهدفين نسجلهم لوكتمن طبعا لعب أطلنطا واحد من لعبين الكبار هدف في ديئة 36 وهدف في ديئة 20 هدف الأول في ديئة 36 نسخة نسخة طبق الأصل بالتفصيل الممل من هدف سونج وزيدان سونج وزيدان فاكرين اللقطة دي سونج وزيدان بتاعة 2008 النهار ده الجونة هي السور بتاعة الجون قسمان رايح هيخطف الكورة من مدافع من مدافع الكاميرون وبعد كده لوكمان هياخد الكورة ويسجلها زيدان وأبو تريك بالزبط هي نفس الكورة تبقي الأصل ما اختلفتش سانتي أهي أهي بص نفس الكورة بالمناسبة سونج ده اللي اتخطفت منه الكورة ده هو كان مدرب الكامير من النهار ده شاف اللقطة دي مرتين يعيني واللقطتين طلعوا بره البطولة زيد حطت أحسن طبعا يعني أحسن أحسن من بتاعة لوكمان بصباح لوكمان حطاها وحشي أول حالي ستلمسها بس دخلي برضو بص نفس الكورة بص هي نفس اللقطة هي أهي من أولها نفس اللقطة راجل اللي اخد الكورة قسمان ضغط عليه زي سدان خدها هبه حطها ليه لوكمان لوكمان سجل سبحان الله سبحان الله نفس المنتخب واللاعب اللي اتخطفت منه الكورة اللي هو سونج ده دلوقتي هو هو ده كان الموديل الفني النهار ده للكاميرون هو بيشوف الكورة دي لتاني مرة حظوح شاوي سونج حظوح شاوي شاف يعني عارفت يقولك ايه في لعب ايه خد البطولة كلاعب وخدها كمدرب سونج شاف شاف الخروج بتاع الكاميرون بنفس الطريقة كلاعب وكمدرب سبحان الله سبحان الله